أكيد وصل لكم التحديث الجديد من ايو اس 14 أمامكم على الشاشة تشاهدوا نفس الهاتف التي تدعم هذا التحديث اخذوا نسخة احتياطية وضبطوا اموركم وحدثوا لأن هناك حركات مرة رائعة أبدأ أول شيء بإدارة المحتوى المحتوى الذي تشاهدوني في اليوتيوب أقول لكم حركة مرة بسيطة تقوم بعملها ويسير تمشي معي خطوة بخطوة بهذا الفيديو اضغطوا على مشاركة او قبل اللحبة اشتركوا في القناة اضغطوا على مشاركة اضغطوا نسخ رابط افتحوا على سفاري اضغطوا لصق للرابط وشغلوا الفيديو وابدأوا اتبعوا الخطوات التي اقول لكم بها اثناء ما تتفرجوا اضغطوا على زر التكبير بعدين هناك خاصية جديدة بي ايو اس 14 التي هي صورة العائمة فتستطيعوا تتابعوا معي الشرح وتبدأوا تسوي الخطوات معي لكل الاختصارات القادمة وحركة مرة بطلة هذا الامر مدعوم في سفاري ومدعوم في تطبيق الابل تيفي يمكن لاحقاً سيأتي على يوتيوب ويصير من اضطر لحركة مشاركة الرابط اضغطوا على اختصارات الباقية بما انه لدي اكثر من سطح مكتبة واستفيد من الخاصية الجديدة اضغطوا على سطح مكتب واحد على ايو اس 14 اضغطوا مطولة في مكان فاضي اضغطوا على اهتزازات التطبيقات اضغطوا على هذا الشعار سيبقيني كم نافذة موجودة وكلها تطبيقات وفعلياً اريد ان افعل شيء مختلف اريد ان افعل نفس المظهر الموجودة في جوالات الاندرويد اضغطوا على ايو اس 14 داخل المكتبة كل مجموعة تطبيقات تم تصنيفها ظهر نفس تتابعاً لتصنيفات المتجر الشيء الرائع ان التطبيق الكبير على طول يدخلوا عليه التطبيق الصغير اضغطوا عليه اضغطوا مجموعة التطبيقات الباقية وهذا امر جيد اتوقع ان الذكاء يستخدم في مسألة اعطاءكم التطبيقات الاكثر استخدامة هذه اول حركة مرة رائعة من ناحية التطبيقات وصلنا على سطح مكتب واحد اضغطوا حركة احلى احلى اضغطوا التطبيقات في مجموعات وبالتالي اضبطوا مجموعة اساسية في سطح المكتب هذا ودعني اختصر اختصر وبعدين اضغطوا شيء اسمه ويدجتس الوجتس مثل اختصارات اختصارات مجازية بالمجلدات طبعا اكيد اضغطوا المجلدات وبعدين اضغطوا على الزائد سيطلع لي اختصارات الوجتس لمجموعة ضخمة من الاشياء مثلا اخذت الطقس اخذ الخيار ليس الكبير ولا المستطيل اخذ المربع اضغط اضافة وضع التقس اضغط على الزائد المطولة اضغط على الزائد المطولة ملاحظة ان كم نافذة موجودة هذا شيء جدا رائع مجموعة تطبيقات صغيرة ستكون موجودة خلال الطقس وايضا اضغطوا اشياء اخرى مثلا اريد ان اضغطوا البطارية لان احيانا احتاجها فانزل والبطاريات يعطيني الواجهات الموجودة فابغى واحدة طبعا الجهاز هذا فقط شئ واحد سيطلع لي بطارية الجوال لو لديكم سماعة وساعة سيطلع لكم ايضا حالة البطارية دعوني اضغطوا وجه ثاني وهنا اضغطوا ابتكاراتكم هي التي تضبط لكم الاختصارات براحتكم وترتبوا فيها وتضبطوا الأمور بشكل جدا رائع فهذه مثلا واتمم الأمر كما ابي منها ارى الشيء الذي ابي باختصار صفحة واحدة اكثر التطبيقات استخداما واجهة نظيفة رائعة ممتازة واموري مثل الفل لو بغيت ابحث عن تطبيق محدد اقدر هنا على طول اكتب مثلا سناب اول ما تكتب اس او العربي سيطلع لك سناب شات واموركم طيبة ويطلع لكم تطبيقات فالبحث للتطبيقات سيكون ايضا جدا 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 سهل شيء رائع اخر من ناحية الخصوصية اول ما افتح التطبيق يستخدم الكاميرا هذه النقطة هي زي اللمبة التي يوضح لك ان ترى الجوال حاليا يفتح كاميرتك او التطبيق يستخدم كاميرتك دعونا اوضح مثال اخر عندما فتحت الواتساب لا يوجد نقطة خضرة يوم اضع حالة تستخدم فيها تطبيق الكاميرا فهذا شيء ممتاز للامان يبين لي مستوى الامان الموجود في التطبيقات واعرف مع هذا اللمبة اذا التطبيق يستخدم الكاميرا او لا الامر الثاني شيء مره رائع ادخل اعدادات انزلوا على تسهيلات الاستخدام بعدين اذهبوا للمس انزلوا تحت الى الضغط من خلف انا اضطيت اعدادات ان تختاروا من قائمة الاشياء الكثيرة هذا الامر الذي يتبعوه ما هو ثلاث ضغطتين و ثلاث ضغطات انا مرهم الجهاز و اضبط الاعدادات بحيث ان عندما اضغط ثلاث ضغطتين نقرتين وراء الجهاز يضع لي كتم صوت كتم الصوت و افك الصوت ثلاث ضغطات لو ضغطت ثلاث ضغطات او نقرت ثلاث مرات واحد اثنين ثلاثة يأخذ لي لقطة للشاشة فانت يجب ان تختاروا الاختصار الذي يعجبكم و تضبطوه براحتكم على نفس الجهاز و سيكون شيء ممتاز يختصر لكم اشياء كثيرة و ايضا نصيحة للمساحة الموجودة عندكم مع اثناء تسجيل الفيديوهات يوم تعمل الفيديو تلاحظوا ان يجب ان تغيروا دقة الفيديو من هنا اذا انتم حريصين على اقوى دقة فيديو خرافية 4K وتبقوا الشيء الممتاز المتزن الذي لا يستهلك مساحة كثيرة اضعها HD 30 HD 60 HD 30 اطار وبالتالي ستجدوا حجم الصور سيكون جدا رائق و ممتاز و لو تكلمت على تطبيق جديد ستجدوا الترجمة الميزة فيه اذا شغلتوا هذا التطبيق اضع لغتين دعني اضع اللغة العربية ممتاز اللغتين الموجودة ما عندي هنا اقدر اختار العربي ادخل هنا نصا او كيف حالك اليوم 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 مركز التحكم مركز التحكم في بعض القوائم الجديدة المختصرة يمكنكم اضيفها و اضيفها و اختاروا الشيء الذي تحتاجه و كله سيضاف عندكم هنا و للتوضيح دائما ضغط المطولة اشغل لكم من التطبيق مثل الريموت الابل تيفي ضغط المطولة في بعض التطبيقات مثلا ضغط المطولة على الكاميرا لتعطيني اكثر من خيار فهذا الأمر سيختصر لكم اشياء جدا و رائقة وبإذن واحد احد استفدتم من هذه الاختصارات و هناك اشياء اكثر جاية ولكن هذه اللي على طول استفدت منها و لقيتها شيء جدا مميز وتابعوني اعطونا لايك و سبسكرايب و على اليوتيوب و انكم اختصرت الفيديو فارجعوا للقناة و اشتركوا عليه اذا لم تشتركوا و دائما سبحانك الله و وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب اليك نراكم على خير بإذن الله